معي على الهاتف طبعا أحد نجوم كرة القدم على مدار تاريخها ونجم كرة القدم بالإسماعيل وفاكهة الكرة المصرية كابتن علي أبو جريش كابتن علي مساء الفل مساء النور محمد زك أبو إسمائيك وحيشني جدا يالله خديك شبانة زك حالك كله تمام والله كابتن علي الحمد لله كابتن علي يعني أنا كنت بشيد بأداء الإسماعيلي إذا أنا كنت حقايم وفق الأداء الإسماعيلي على مدار الموسم لغاية 7-8 ماتشات فيته فحصل التطور في أداء الإسماعيلي أعتقد النهاردة كان ند قوي لنادي الزمالك ومشوف نادي مشوفناش الزمالك يعني ليه ند قوي بهذا الشكل في مبارياته تقريبا العشرة الأخيرة يعني والله فعلا أبو حميد يعني الإسماعيلي عمل ماتش كويس جدا وزا ما تقول برضو هو ضغوط اللي كانت يعني عليه تخلص منها يعني الحمد لله هو لما زبط أموره في الدوري اللعب النهاردة بدون ضغوط عليه شديدة فبدأ يلعب بشكل يعني أفضل بكتير من قبل كده لأن المشاط اللي قبل كده كلها كانت باحت ضغوط تمام صعبة لكن يبالك أبو حميد من الماتش يعني يعني اللي بيرقى بالمباراة كده ويشوف الدنيا ويشوف الإسماعيلي عايز إيه لا الإسماعيلي عايز راس حربة لأن النهاردة لو فيها هداف كان الإسماعيلي يخذ الماتش طب صراحا الإسماعيلي ده جوال كتير النهار لو فيها هداف راس حربة هداف بس عنده الشامي برضو عنده أكتر من اللعيب الحقيقة نعم يعني عنده الشامي وعنده أكتر من اللعيب هداف أيوة اللمسة الأخيرة اللمسة الأخيرة مش موجودة اللمسة الأخيرة بتاعت الجول مش موجودة لازم لعيبة تنصق نفسها لازم أبقاش أدام الجول وروحاتاتها عنده كورنا شامي لعيب جميل ومكتهد وبيخل أسعب هو النفل فورا بس لازم عايز تقولي بس لازم في الماتشات اللي زي دي تخلص إذا ما كنتش هتخلص خلاص يعني ما عشان كده خسرت مظبوط وإنت خسرت أنت لو عندك النهاردة اللمسة الأخيرة موجودة كان كنت عديد بالماتش يعني كنت عديد لأن إسماعيلي عامل ماتش كويس النهاردة لعيب كورة كويسة زي ما انت قلت في المقدمة أبو حميد يعني إسماعيلي كان ندد فعلا كبير لزمالك بل بأن بعض الفترات كان أفضل كان أفضل وشوفنا الشرط التاني الزمالك بيقفل الماتش بالظبط يعني هم عملوا عملوا الفترة الأخيرة كويسة جدا حمزة وحسني وحمص وإناوي والمجموعة وآيمن وساتة كل دول مجموعة كلهم يعني لعب وفناني وبالعكس يعني الاستقرار والهدوء والدنيا اللي تعمل في الدولة لازم يبقى فيه نجاح طبعا لازم حيبقى مردود وكده إنما كل ماتشين ثلاثة أو أقيم ومدرب وغير مدرب وقيم مدرب ده يمكن ده يعمل نجاح أبدا بس فالعملية إنه هو يعني يحسب للمجلس إنه هو استقر بعد ما كان متردد واستقر على جهاز فني والجهاز فني الحقيقة أدى بشكل كويس جدا وعمل دور كويس جدا في ظروف صعبة جدا ولكن يعني أثبت إنهم قادرين إنهم يعني يشيلوا الأمور دي ويبقى موجودين كمان السنة الجاية يعني من ضمن الحاجات اللي إحنا بنطالب بيها الجهاز يكمل آه آه طبعا يعني أنا تسألت صراحة يعني وسألوني قالتول لأ الناس لازم تكمل أنا كان معاي من يومين المانسيح يتكمي على التليفون وقال إنه الطبيعي إنه يكمل الجهاز بصراحة قال كده طبعا ده طبيعي طبيعي لأنهما نجحوا وبعدين يسد بقى النقص اللي حاصل المشاكل اللي موجودة زي ما بقلت مكان رأس الحربة مكان فيه بعض الأماكن اللي الجهازة فني عارفها أكتر يعني فبالتالي لو كده هيرجع لإسماعيلي كويس زي زمان وحيرجع بشكل كويس جدا فوزي النهاردة كان كويس جدا آه محمد ناصر الناشئ اللي هو لعب النهاردة ما كان هاشم برضو لعب بشكل كويس جدا آه ولد وعد وكويس جدا اللي نبريسي كمان لعيب كويس صغير لسه لكن حيجي منه آه يعني فيه 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 بجانب بقى الأسماء اللي الناس عارفها بقى زي باهر زي مدبولي عبدالرحمن مجدد لا بقى لعيب دولي ولعيب وقف على رجليه كويس وتسوقي النهاردة لعيب كويس الباك الشمالي الباك المين عصام يعني اللي العب بس عبدالرحمن ما بيكملش يعني بيهمد آخر ربع ساعة دايما في الماتشات بلاحس كده معرفش ليه والله يبص يا بحمد يعني الناس كلها بتشتكي من ضغط المباريات اشمعنا احنا يعني ما هو القالي والقالي بيشتكي من ضغط ورده اللعيبة والزمالك اشمعنا احنا ما هو ورده دول بيلعبه كل تلات ايام اه ماشي بس يعني ما هو ورده دول بيلعبه كل تلات ايام اصلا انا بحس ان هو كله بيشتكي يقولك اصلا ماتشات مضغوطة طب ما كله بيلعب ماتشات مضغوطة يعني ايه ملاش علاقة بعدد المباريات في الموسم بقد ما لها علاقة ان انت بتلعب كل تلات ايام فتضغط عالكل ملاش علاقة بعدد الماتشات لكن ايه ليه علاقة بان انت بتلعب في عشر تيام اربع ماتشات